كل التحية لكم مشاهدينا في كل مكان ودائماً من خلال هذا النبض الصباحي نتحدث عن الرياضات المختلفة وأهمية الرياضة للصحة اليوم بشكل خاص نتحدث عن التجديف والسباحة وسعادة أن تكون معنا الآزة طارد السيد أحمد مدربة سباحة ولعبة في منتخب التجديف مرحباً بك وصباحي خير مرحباً بك صلاحة النور مرحباً بك ويمكن بداية اختيار التجديف والسباحة شيء من الشغف من وين بدأ عادة؟ الشغف بدأ من زي ما نقوله نعمة أضافري أنا أصلاً من موالد جزيرة توتي وبيتنا مطلعة للبحر برضو فحبي للماء بدأ من ون صغيرة يعني ويمكن هي الجوانب المختلفة دي للوجود بدأت بالسباحة بداية أيوة بدأت بالسباحة أنا أصلاً كنت بحب يعني كنت بشوف منشطة التجديف كنت حابة جداً أنه أنا أخش في منشطة التجديف بس لما انضميت لما سجلت في النادي كان الشرط الأساسي أنه أنا أتعلم السباحة فإلى الآن الشرط الأساسي لمنشطة التجديف هو أنك تكون بروفشنال في السباحة سباحة بداية؟ طبعاً التجديف دائر توازن ممكن تتقلبي في أي لحظة في النيل أنك تطلع نفسك وتطلع الغارب في الشرط الأساسي أنك تكون بروفشنة في السباحة فلازم تحترفي السباحة بداية بعدين التجديف التجديف نفسه عنده أنواع يعني نسبته مع شكاياك أشكا أنوايا الغيرة خلينا نتكلم عن الأنواع دي للتجديف أنواع التجديف هو التجديف ذات نفسه يقوله تجديف من رافتن اللي هو غارب التجديف ده قارب زوميكدافين نحن بنقول له هو روين معانا صور ممكن نتنعلق على الشكل الصور هي دي قوارب التجديف العادي دي قوارب التجديف العادي تقريباً طيب أنواعهم شنو؟ طيب قارب التجديف اللي هو روين كياك وكانوي قارب الروين قارب بميدافين غارب القاياكא توغير رافيع بميداف واحد الروين leatherksi فبدد الطريقة الدائرية دي للميدافين بالحرك واتقلنها القارب اللي هو اللاعب يكون على أمام و windshieldفة بتكون حلث . هذا قارب التجديف او الروين قارب الكاياكא قارب بميداف واحد جذفت يمين واجذفت شمال المجذف بجذف بطريق يعني باتجاه واحد التجذيف في الكاياك باتجاهين يمين وشمال القارب تالت الكانوي كانوي بجذف باتجاه واحد والقاعدة wszystkie بكون قاعدة على رقبة شبهي بين قاعدة وواقف كده بيقول الكانويصعد يعني يمكن يكون في توازن وانقاعدة وغير يمكن يكون من أصعب التخصصات في التجذيف حتى على مدى التجديف أول عمر النادي كان فيه لاعب واحد اثنين ما كان فيه تيم لأول مرة في سنة عشرين اثنين وعشرين النادي أو اتحاد التجديف يكون تيم لقارب الكانوي يحتوي على ثلاثة شباب أولاد وثلاثة بنات على مدى تاريخ التجديف ما كان فيه لاعب التجديف سيدة في قارب الكانوي والله نحييك صباحا طبعا لكن هو يمكن صعوبة العملية نفسها دي خلت يمكن يكون ما في سيدات فسعيدين انه الآن في سيدات قادرات انه يعني يكون في الجانب دامي للتجديف المطلوب شنو يعني على إطار اللياقة البدنية الحضور الغيرة المطلوب شنو عشان ما يكون يعني الإنسان قادر على التجديف بأنواع المختلفات بالنسبة للسيدات أنا ممكن أتحدث عن السيدات خلال بداية التجديف كان العنصر السيدات بسيط بالنسبة لي كان المجتمع شوية يعني مقلب على السيدة انه هي تطلع تمارس الرياضة وهكذا حاليا احنا في مجتمع مفتوح ويعني لا الرياضة عموما هي يعني حتى الشكل الرياضة شكل مخترم جدا ممكن يكون فيه حتى اللبس مخترم جدا ما اعتقد فيه مشكلات يلا بنرجع للعادات والتغاليد والحياة كثيرة يعني كانت في بداية تجديف بس حاليا من من 2000 وممكن 19 أو 18 التجديف بيقى منفتح والرياضات النسوية عموما بيقى منفتحها حاليا ممكن اقول بتواجه السيدة في منشطة التجديف انه تجديف بيعد من اصعب الرياضات يعني انت كسيدة محتاج انك يعني تتمرني تمارين ممكن تحمل اسقال تتمرني تمارين صعبة عشان ما تقادري يعني تخشي في منافسات في منشطة التجديف لانه بجدها هو صعب شديد الشكل التدريبات بيكون شنو لانه هو واضح يعني انه الموضوع محتاج توازن كبير ومحتاج حضور زهني كمان كبير كشنو شكل التدريبات بيكون طيب القارب اول ما انت تجيك سوى سيدة او رجل اول ما تجي التجديف بيكون في قوارب للمبتدئين اللي هو التوازن بتاع بكون كويس جدا بحين انك انت تعرفي السباحة فما بتخافي يعني انك تسوقي غارب في النيل انت ماشا بتدرجي على السنين بتدرجي من قارب لغارب الى ما تصل لقارب البروفيشنال او قارب السباغات العالمية ده في كل تخصص بيكون صعب يعني توازن هي كم مرحلة لحد ما تصل للنهائي مرحلتين في الكاياك في ثلاثة مراحل في التجديف في مرحلتين امكين الكانويدة طوالي ما فيه مراحل اصلا عشان كده هو صعب لكن مطلوباته اكتر يعني على اطار الابتزان احتقد اكتر ايه توازنه قاعدته حار شوية يعني محتاج تدريب قوي اكتر محتاج اجسام اقوى يعني كمان يكون السيدات شوية صعب التجديف عموما طي ما قلت لك من اصعب الرياضات محتاج لي احنا في كمنشط يعني بنكون بجانب التماريننا الالمائية بنتمرن تمارين قوة بنتمرن تمارين تحمل تمارين قوة عشان ما نقدر ننافس او نشتغل على غارب التجديف وطيب هو موضوع التدريب في الجوانب المختلفة اذا كان من السباحة للتجديف لغيرها مدى فتح الموضوع لكل الجميع يعني كل الاسر ممكن تصل في كل الاسر ممكن تكون موجودة بالله هو الموضوع في انه تكون هي قادرة على السباحة والتجديف بالنسبة للمنشط في ذات نفسه هو مفتوح للجميع لكن زي ما قلت من البيت ففي اسر يعني لحد الان يعني صعب انه السيدات منهم انه يعني مارسوا مسلا منشط التجديف او السباحة كمنافسات ما كهواية للبيت يعني السباحة في مسابح مغلغة نسائية انه البيت ممكن تمشي تزبعتها يعني منها رياضة منها صحة لنفسها منها برنامج ضريب بعيدا عن البرامج السالبة في المجتمع هو الموضوع غير موضوع انه مجتمعيا زي ما ذكرنا ممكن يكون موضوع التجديف ما زي بذكرة القدم او غيرها الممكن تكون فيها تحفظات اكبر من المجتمع لكن بيبقى في جانبين في الحديث عن المفهوم ان هذا الموضوع شي من الرفاهية وجانب اخر لانه هو فيه جانب من البرجوازية او انه هو يطلب يعني اموال كثير عشان ما يكون الانسان قادر على انه يكون في المساحات به فبرضو دي ازئلة مهم نجيب عليها لا افدا في منشط التجديف خصوصا هو المنشط تابع للاتحاد تابع للدولة فانت يعني ما هو غير مادى اصلا يعني انت لما انت تشترك مجاني هو وين بيشترك يعني الان لو في من شاهدنا يريد ان يشترك في موضوع السباحة والتجديف فكيف يمكن الخطوات اللي بيصل بها عشان ما يكون هو موجود مثلا معاكم في دائرة التجديف او في السباحة منشط التجديف مفتوح لكل الناس احنا ما عندنا حتى اعمار لكن دايما بنفضل يعني لحد العشرينات لكن ما خدتين اعمار ما خدتين اعمار الشرط الاساسي عندنا انك بس تكون يعني سباح يعني بتزبح بتزبح حتى نحنا ممكن نجود لك سباحتك في النيل اذا انت بتخاف من النيل وما جربتوا قبل كده ممكن احنا نديك تمارين في النيل اتواصل معاكم كيف نحنا مغرنا في المقرن اتحاد التجديف والكانوي السوداني مقرن النيلين جوار فند الخورار على شارع النيل بنفتح دورات تدريبية 2020 فتحنا دورة تدريبية ضمينا مجموعة كبيرة من جامعة شباب وشابات من جامعة الخرطوم 2021 كذلك عملنا دورة تدريبية وفاتحين يعني للجميع دايما وبالنسبة للمنتخب يعني حتى الان المناشط المختلفة اللي بيقدمها للمنتخب مشاركاته خانيتكلم عنها طيب منتخباتنا بيتم عبر التصفيات اللي هو بيختاروا منتخب سنويا بداية السنة ببداية الموسم بيختاروا المنتخب عبر التصفيات نزيهة بعدها لما نختاروا المنتخب منتخب ده بكون حتى تمارينه بكون براها كيف بيتم الاختيار للمشاركين في المنتخب؟ تصفيات شكلها كيف؟ تصفيات عبارة عن سباغات بتحدد من السرعة سرعة اللاعب من قوة تحمله إحنا عندنا مسافات عندنا حتى في التخصص ذاته سوى في التجيب أو الكاياك عندنا مسافات متين متر خمسمية متر ألف متر ألفين متر كله لاعب بيكون يعني المدرب بيعرف إنه اللاعب ده ممكن متخصص أو إلعب له أو إنافسه برا في مسافة خمسمية متر دي اللي هو بالتصفيات نختار اللاعب الفلاني مثلا تخصصه متين متر اللي هو على مدار السنة المنتخب ده بكون عنده تمارين براه عنده تمارين حتى يعني تمارين براهم بيركزوا على اللاعبين هل هي المشاركة بتكون كمنتخب ولا بتكون كأفراد؟ المشاركة الخارجيات المشاركة الخارجية بشارك المنتخب المشاركات الداخلية مفتوحة للجميع أعضاء المنتخب بكونوا كم عادة يعني؟ ما محدد ما محدد لكن السفر لمن يعني السفر بيكون محدد بتزاكر إلا إنه مثلا الاتحاد بيقدر إرعى مثلا إذا جاء تزاكر خمسة أو ثلاثة ممكن يدخل عدد إضافي سوق تمانية مثلا أفراد من أفضل أفراد إلى المناشط ضد تكون فردية أو هيا الشاركة وكيف؟ طبعا القوارب عموما سواء في الكاياك أو الكانوي أو التجديف في فردي سينجل في الدابول في سلاسة حتى في رباعي إحنا حاليا عندنا في قارب التجديف في سكيف سكيف ده غارب المنافسات العالمية عندنا فيه رباعي عندنا فيه دابول إضافة على السنجل ولحد الآن يعني مناشط مختلفة الآن موجودة للمنتخب صحيح يعني شكل المشاركات يعني كلنا بتدرنا الحديث لإنه المناشط شنول بيقدم المنتخب إذا جوا السودانة والمشاركات المناشط سباغات بس بتتنوع في المسافات سباغ متين سباغ سنجل سباغ دبل سباغ مزدوج مزدوج ده طبعا سيدة وشاب يعني يكونوا في غارب دبل بالمسافات غارب الكاياك عنده مسافاته متين سرعات اللي هو بيقار باسم سبرينت متين سرعات وخمسمية غارب التجذيف ده أكبر كيلو اتنين كيلو عندنا مرسون سابت مخصص للسيدات سنويا وكذلك اللي هو مسافته من المنشية اللي مقرن النيلين خمستاشر كيلو مرسون رجال برضو مرسون الرجال ده كل سنة احنا بنباعد المسافة ابتدينا من الخرطوم لسنار من الخرطوم لمروي وحاليا بنخطط لمرسون من الخرطوم الى مدينة حلفاء بإذن الله من خلال مسيرتك بالتأكيد يعني واجحتي مجموعة من التحديات يعني حتى انه يكون مغللة للجميع من المشاهدات اليوم اللي يشاهدونه شنو التحديات اللي لقيت العزة في جانب عمله يعني كمدرب للسباحة او في منتخب التأيدي طيب انا حاليا التحديات كمدربة يمكن العنصر النساء ده صعب التعامل معه شوية يعني انا دربت شباب ودربت سيدات الشباب يعني اي حياة بتطلبها منهم بيعملوها بيشتغلوا كويس بيتمرنوا كويس السيدات شفي جزء منهم كده بتدلح شوية لا بس انهم مفتدئين يعني ايو السيدات قادرات محتاجين يعني حنية زي ما بقولوا يعني كده حنية شوية طبيعي يعني لانه السيدات دايما اللطيفة في منشط التجديف منشط صعب فما ينفع انه انا لازم يعني هي تكون عندها عزيمة واسرار وانها تحاول تبزل كل اللي بوزها اتمنى دائما انه كل الرياضات تكون حاضرة في جوانب مختلفة لبناء الذهن وبناء الاجسام وغيرة واهمية الاصحة ايضا شكرا جزيلا العزة طارق السيد احمد المدرب للأسباحة وعضو منتخب التجديف شكرا لك جزيلا شكرا جزيلا شاهدين يتواصل هذا النبض الصباحي وهذا المدل لطباح الشروق على بفاق مختلفة